لمتابعة أكثر ينضم إلينا من الرياض مراسل أخبارية عبدالله العسكر ومن جدة زميل عبدالعزيز أدريس أهلا بكم زميلي العزيزين أبدأ معك عبدالله من الرياض متابعة ورصة الجهات الأمنية لقرار منع التجول على أن نبدأ من جدة مع زميل عبدالعزيز أدريس عبدالعزيز يعني اليوم هو اليوم الثالث بعد قرار تقديم منع التجول في جدة إلى الساعة الثالثة قبل دقائق قليلة دخل أو بدأ هذا الموعد في جدة كيف رصت التزام المواطنين والمقيمين بهذا القرار ومتابعة الجهات الأمنية له كذلك طيب عبدالعزيز تسمعني شكرا لك زميلي نعم نعم عبدالعزيز سألتك حول دخول قرار منع التجول أو موعد منع التجول في جدة الساعة الثالثة عصرا قبل قليل كيف رصت الحركة قبيل يعني هذا الوقت وأيضا جهود الجهات الأمنية في متابعة ذلك نعم شكرا لك زميلي خالد مساء الخير أتواجد معكم في أكثر من أكثر شوارع حيوية في جنوب مدينة جدة شارع الميناء هذا الشارع الذي في الأيام الاعتيادية تكون الحركة المرورية فيه عالية جدا ولكن الجميع يلتزم حقيقة بالإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا نحن الآن في أول ساعة في ثالث أيام من تقديم وقت منع التجول حقيقة الوعي عالي لدى السكان والمواطنين الجهات الأمنية تعمل على مدى 24 ساعة المخالفات المرصودة من الجهات الأمنية في أوقات منع التجول قليلة جدا وأيضا من الجهات التي تعمل في الميدان على مدى 24 ساعة أمانة محافظة جدا ووزارة التجارة لتأكد من توفر المخزون الكافي من المواد الغذائية في محلات المواد الغذائية وأيضا الصيدليات ومطابقتها لكافة المعايير والمواصفات وأيضا شاهدنا متحدث وزير الصحة يوم أمس حيث قال أنهم يتأسفون لخروج الناس في أوقات السماح بالتجول لغير الضرورة وهذا يساهم في نشر فيروس كورونا وسرعة انتشاره جميل عبدالعزيز ابقى معي إذا سمحت أتحول إلى عبدالله العسكر من الرياض مساء الخير عبدالله أين تتواجد في العاصمة الرياض وضعنا في الصورة فيما يتعلق بدخول قرار منع التجول قبل قليل موعده المعتاد في العاصمة الرياض كيف رصدت ذلك مرحبا بك زميري خالد مرحبا بي أستاذ المشاهدين كما تحدثت فيما يتعلق بدخول قرار منع التجول عند الساعة الثالثة نتحدث عن قرابة الثمانية دقائق على التطبيق نحن الآن نتواجد على طريق الدائري الشمالي تحديدا بالقرب من التقاطع طريق الملك فهد من خلفنا مركز الملك عبدالله المالي هذه النقطة الحيوية نشاهد الآن طبعا قلة في الحركة مع دخول تطبيق قرار منع التجول يعني الحديث عادة من نصف ساعة إلى خمسة وأربعين دقيقة من بعد تطبيق القرار عادة ما نشهد الخلو في ساعات النهار الباكرة عند وقت السماح بالتجول طبعا كنا نرصد مظاهر الحركة في العاصمة أرياض يمكن القول أن الحركة كانت في حدود المتوسط مقارنة بما كانت عليه قبل الإجراءات الاحترازية بكل تأكيد الهدف إلى الوصول إلى قلة الحركة حتى في الأوقات المسموح التجول فيها طبعا لأن تكون هناك طبعا تطبيق مهم جدا وأيضا تعاون كبير جدا من قبل طبعا المواطنين وأيضا المقيمين لانحسار هذا الفيروس تأكيد حول هذه المعلومة أن قرار منع التجول إضافة إليه هناك وقت مهم جدا وهو وقت طبعا السماح بالتجول الذي من المفترض أن لا يكون إلا للحالات طبعا أضرورة القصوى نعم وهذه الحالات الاستثنائية يبدو هي التي تبدو خلفك في الطريقة أو في طريقة الدائر الشمالي حيث تتواجد عبدالله هل هناك نقطة تفتيش قريبة منك عبدالله كيف هي الكثافة عند هذه النقطة طبعا زميلي خالد الحديث عن تواجد الفرق الأمنية تقريبا من نصف ساعة لطبعا توزيع نقاط الضبط المتعلقة بضمانة تطبيق قرار منع تجول بشكل طبعا متقن لو تحدثنا عن هذه الحالات هي حالات مستثنات أو بعض الحالات طبعا التي تعود لأن هناك ألية التطبيق فيما يتعلق بالعاصمة الرياضي يكون قفال الطرق بشكل جزئي بداية من الساعة الثالثة يعني هناك نصف ساعة ونشهد الخلوء الكامل أيضا فيما يتعلق بالتوزيع للنقاط الأمنية نشهدها موجودة فيما يتعلق بالمداخل وأيضا المخارج للطرق الرئيسية في العاصمة الرياض سواء فيما يتعلق بإقفال مداخل الطرق الرئيسية أو حتى نقاط الضبط التي تتأكد من أن الخروج استثنائي أو الذهاب إلى مخالفة الشخص الذي لم يخرج لحالة أو ضرورة خصوى طيب أبقى معي عبدالله أعود إلى جدة زميل عبدالعزيز يعني أنت تواجد كما ذكرت في جنوب جدة في شارع المينة تحديدا هل هناك اختلاف في الكثافة يعني تقيبا قبل دخول موعد منع التجول أو أيضا في الدقائق الأولى لذلك ما بين الشمال جدة وجنوبها ما بين مناطق جدة المختلفة نعم توجد في أوقات السماح بالتجول في أوقات النهار توجد حركة من متوسطة إلى قليلة أما بالسماح في أوقات منع التجول من الساعة الثالثة فشوارع جدة وأماكنها العامة خالية تماما باستثناء العربات التي تستثنى من منع التجول واضح عبدالعزيز شكرك شكر جزيل من جد مراسل الإخبارية عبدالعزيز إدريس ومن الرياض مراسل الإخبارية زميل عبدالله العسكر عفواً شكراً جزيلاً لكما ترجمة نانسي قنقر